أهلا بحضراتكم مرة تانية في أول فقراتنا الحوارية هنا في البيت الكبير النهاردة معانا فقرة مميزة جدا معانا الدكتور أحمد سابت وتحليل فني وهو طبعا على مستوى عالي جدا من تحليل فني وتحليل مستوى الأداء لمعظم الفرق خاصة فرقة النادي الأهلي هنتكلم معاه على طبعا رؤيته لمباراة الاتحاد السكندري اللي فاتت وكمان طلاق الجيش هنشوف طلاق الجيش من منظور مختلف ومواجهة النادي الأهلي في نهاية كاس مصر دكتور أحمد أهلا بيك مرحب بيك في البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتك كابتن هاني وألف مبروك لحضراتك وألف مبروك لجمالي النادي الأهلي ومجلس إدارته والعيفة والجاز الفني البطولة التسعة بعد إجاب سبع سنين أخيرا يعني اتحاقات الحمد لله وإن شاء الله عبال كاس مصر يوم السبت بإذن الله والصبر الأفريكي بإذن الله إن شاء الله منتظرنا سلسية وربعية وخمسية بإذن الله بإذن الله بإذن الله طيب قبل ما نروح للمباراة نهاية مباراة النادي الأهلي وطلعها الجيش ومباراة إن شاء الله يوفق فيها النادي الأهلي لكن نظرة سريعة ووجهة نظر أو المكاسب أو شفت مباراة النادي الأهلي والنادي الاتحاد السكندري في الدور قبل النهاية إزاي يا دكتور؟ بشوف إن يمكن في النادي الأهلي يعني في المباراة اللي فاتت دي تحديدا مباراة الاتحاد لما بتكسب شخصية البطل يعني الشخصية البطل بتكتسبها منين؟ من الحصول على البطولة الأفريقية لما بتاخد بطولة دورة أبطال أفريقيا إن تكسبتوا المباراة اللي بعدها دي بصراحة بشخصية البطل ممكن يكون أهل أداء ما كانش أحسن حاجة أو ما كانش أفضل حاجة ولكن تكسبتها طبعا نتيجة إن انت وصلت للكمة أي حد بيوصل للطب حتى في أي مجال مش شرط في الكرة بس توصل للطب بتاعك بتحتاج عشان ترجع بتحتاج فترة شوية عشان ترجع إن شاء الله يعني بشخصية البطل ديت عشان دايما بقول أو دايما بنقول إن لما تاخد بطولات وراء بعض بتكسب شخصية للجيل ده دي نقطة مهمة جدا يعني لما تاخد دورة أبطال أفريقيا وإن شاء الله كاس مصر وإنت أخي الدوري وبعد كده بإذن الله السبر الأفريقي لما تجمع مجموعة بطولات وراء بعض اللعيبة دي بتكتسب شخصية البطل جيل 2005 و2006 هم بقوا الجيل ده إزاي أو سمي بالجيل ده إزاي من كتر البطولات هم في البداية برضو كان فيها زايم من سنة 2000 بعد 2001 كان فيها زايم متتابعة أو مش هزايم كان فيه ما كانش فيه بطولات كصارت بطولات بشكل كتير يعني ما كانش بالنفس اللي بيتحقق أنت برضو بيعتبر ماشي في نفس الكيرف بدأ بتاعك يعلى فده مهم جدا أن أنت مما تجمع بطولات اللعيبة بتاعتك بتاخد شخصية حتى مش اللعيبة بتاعتك بس المنافسين سواء في أفريقيا أو في الدوري لما بيلاقوك أن أنت واخد كل البطولات واخد الشخصية دي النفوس يعني الاحترام بتاعك بيزيد الخصم نفسه بيخاف منك فدي حاجة مهمة جدا كل ما بتجمع مجموعة من البطولات بتفرق معاك يمكن في مبارات الاتحاد تحديدا أنا بشوف أن كابتون حسام حسن كان بيلعب على لعبة معينة إيه هي اللعبة؟ هو كان بيلعب بطريقة اللي هي هو أربعة تلاتة واحد ده اللي هو إيه الجناح اللي هو كريم مندوح كان حطه على علي معلول يعني هو بيلعب أربعة تلاتة وكريم مندوح ده ليه حطه؟ هو مستني مستني عشان علي معلول ما يتقدمش ناع على الإطلاق ممكن هو حطه عشان علي معلول ما يتقدمش فبدأت حتى المدربين سواء في مطش الزمالك أو في مبارات الاتحاد بدأوا أن هم يحطوا مثلا في مطش الزمالك باتشيكو حط زيزو على علي معلول في مطش الاتحاد حط كريم مندوح فكانت طريقة اللعبة بتاعك كابتل حسان حسن الملعب عوجه ميل اللي هو حطت أربعة تلاتة تلاتة الارتكاز وكان حطت عمار حمدي منهم اللي هو بيكمل ورامي كريم مندوح على علي معلول ما كانش ليه أي يعني دور في الملعب غير أنه هو مرقبت علي معلول بس اللي هو كريم مندوح والاتنين المهاجمين قدام اللي هو خالد أمر والتاني رزاسي رزاسي هو اللي كان بيكمل من تحت خالد أمر وهو اللي بيلعب الدور يعني قعد حوالي أول أربعين دي رزاسي كان بيلعب راس حربة تاني بيكمل فكان كل اللي بنحي يتعلم معلول فكانت الناحية بتاعت محمد هاني دي فاضية أنا بيشوف أن احنا لو كنا محمد هاني تقدم أكتر محمد هاني طبعا بيقدم موسم كويس جدا وبيقدم بطولة كويسة جدا محمد هاني كان في المباراة دي لو كان زاد أكتر أو استغلنا الجابهة اليومنا أكتر كنا قدرنا أن احنا نستغل أو نحسم المباراة دي من بادري المباراة دي في الشوت الأول تحديدا حتى الهجمة لمروان محسن لحسن الشحات لعبها لمروان محسن اللي كانت من الجابهة دي فكابتن حسام حسن كان بلعب على الجابهة دي وتخيل أنه يعني هو فكره هو نجح فيه أنه يحرز هدف مبكر ولكن دي بقى الفرق أن أنت تبقى متأخر واحد سف وترجع اتنين واحد دي شخصية البطل اللي بنتكلم عليه بالرغم يا دكتور برضو كان فيه تخوف كمان من نقطتين النقطة الأولى أن انت عارب بعد الاحتفالات وبعد الانتصار دايما بيبقى فيه شوية كيرف نازل حتى على المستوى البدني نحن كنا خافين حتى على المستوى البدني لأن تقريبا موسماني بدأ نفس يعني نفس التشكيل اللي بدأ بمبارات الزمالك مع هذا أجائيه هم هم اللعبة الموجودة فكان الخوف أن احنا نروح كمان لأكسرا تايم وإحنا عاملين مباراة كبيرة جدا ومجهود زهني وبدني كبير فكنا هنخش بصراحة في حزبة بيرم وفي حاجتين مهمين جمان يعني من ضمن المكاسب بتاعة المباراة دي فشوف أن الكرات السابتة مع سماني شكل تاني حاجة تانية بصراحة سواف مبارات الزمالك هي بدأت بمبارات الوداد بالضربة الركنية بتاعة ياسر إبراهيم لما أحرزها بعد كده الفكرة بتاعة مباراة الزمالك فكرة التسكرينينج اللي عملها بتاعة عمر السلية وإحرازه بعد كده برضو في المباراة الأخيرة دي لما شفنا ده شغل تاكتك ما كناش بنشوف ويمكن فايلر أول إما جاء أول ماتش أحرز قلنا حتى أنه باهتم بالضربات السابتة ولكن بعد كده بصراحة الفكرة دي تراجعت شوية مع فايلر جيم موسيماني ودي مانو الجوزي كان بيكسب كتير بالضربات السابتة كان ساعات بلعب أحمد صديق في الضربات السابتة ماتش للشبيب تلقبائل في الجزائر أنا فاكروا لغاية دلوقت يعني لسه متذكرها ليه لأن اللعيب المدرب بيبقى ليه بصمة برضو كذلك موسيماني يحسب ليه الضربات السابتة والضربات الركنية التحفيز فيه أكتر يعني فيه فيه أنواع كتير من الضربات الركنية دي التنوؤة كمان التنوؤة حتى يعني الدربات الركنية ممكن اللي هي تتحط مثلا إيه ياما تتلعب على مرتين ياما تتلعب على مرة واحدة ياما تنزل من تحت زي ما تعملت كده لحسين الشحات واتلعبت على القايم البعيد راحت لحمدي فاتحي فدي فيه فيه أفكار كتير جدا يعني فيه فيه شغل معمول فيه الدربات الركنية الحاجة التانية اللي هي المهمة برضو اللي هي دكة البودلاء دكة البودلاء أنا بشوف أن يمكن أول مرة من فترة النادي الأهل يبقى عنده دكة البودلاء كلهم قادرين على صناعة الفارق سواء طاهر محمد طاهر سواء صلاح محسن سواء نصر ماهر سواء رامي ربيعة سواء بدري بنون كهرباء سواء كهرباء فالدكة اللي كانت على الدكة يعني بصراحة كلهم يقدروا ينزلوا أنت كنت بصراحة خلال الموسم ما كانش عندك الدكة اللي هي تقدر تصنع الفارق أوه صحيح ولسه أنه وليد سليمان يردع لكن أنت دلوقتي دي حاجة مهمة جدا وده السكواد بيتعدل محمد شريف دخل محمد شريف النهاردة دخل دخل القايمة ولسه في أحمد ياسر ريان وفيه جونيور أجاي مش موجود كان مصاب وفيه أليو ديونج أصلا غايب اللي هو يعني اللي عمود الفكر بتاع الفرقة وبالتالي فأنت السكواد دي حاجة مهمة جدا برضو من ضمن المكاسب أن أنت بتكسب نادي للتحاد آه زي ما قلت لحضرتك لما بتجمع بطولات كتير في الفترة دي أنت بتخلي الفرقة تكسب شخصية البطل ودي حاجة مهمة جدا أنت بتتأخر بواحد سفر وبترجع دي حاجة مهمة جدا ده مهم جدا وخاصة يعني أنت كمان ده بتقول معظم اللعيبة كان أول مرة تكسب بطولة أفروقي على المستوى على مستوى الأفروقي وزي ما أنت بتقول دايما والثقة بتيجي للعيبة ترجمة نانسي قنقر